لوزير تنمية الطاقة والكهرباء في زمبابوي إن هناك كثيرا من المجالات التعاونية بين روسيا والدول الأفريقية أضاف الوزير خلال مشاركته بالقمة الروسية الأفريقية أن هذا النوع من التعاون بين روسيا وأفريقيا هو تعاون الفائز الفائز لكل الجانبين السيد جيمتو وزير تنمية الطاقة والكهرباء مرحبا بك في القاهرة الإخبارية شكرا أولا هناك كثير من المجالات التعاوني بين روسيا والدول الأفريقية ما هي هذه المجالات برأيك شكرا جزيلا أنا أرى أن هذا النوع من التعاون بين روسيا وأفريقيا هو تعاون الفائز الفائز هذا هو نوع التعاون بينهما على سبيل المثال بلدي أنا فإننا نتعاون مع روسيا روسيا تتعاون مع زمبابوي لمدة تصل إلى خمس عقود فلقد أقمنا علاقات خلال أوقات الأزمات وأثبتت روسيا أنها دولة صديقة لزمبابوي وأعتقد أن هذا نسل شيء مع دول أخرى في أفريقيا فيتتعاون مع روسيا أفريقيا تعاني من كثير من التحديات وعجز في التقنيات وخصوصا في مجال توليد الكهرباء ونحن نلاحظ أن أكثر من 700 مليون يعيشون في الظلام في أفريقيا ونعاني أيضا من مشكلات معاصرة تخص التغير المناخي ولنتغلب على ذلك نحتاج تعاونا إيجابيا وشراكات جيدة ولذلك نحن نفعل ذلك مع روسيا سيدي كيف ترى الوعود التي يقدمها سيد بوتين لدولة الأفريقية هل تعتقد ستتحقق؟ نعم بالتأكيد ستتحقق على أرض الواقع كما ذكرت لك وكما شرحت أن روسيا أثبتت أنها دولة صديقة خصوصا لنا في زمبابوي وإن علاقاتنا وتعاوننا بدأ منذ أمد طويل إلى هذا اليوم وهذا يعتبر مؤشرا يدل على التناصق في القيادة لذلك الذي أعتقده هو أن كل تلك الوعود ستتحقق على أرض الواقع لأن روسيا تعتبر شريكا يعتمد عليه لقد تحدثت مع الكثير من الأشخاص الممثلين للحكومات وهم يؤكدون أن هناك نتائج إيجابية لهذه القمة هل تعتقد أن هذه القمة ستفيد إفريقيا في المستقبل بالطبع نعم ستساعد إفريقيا كثيرا لأننا بوجودنا هنا وجدنا الكثير من الأشياء ولدينا فرص عديدة لأتعامل مع دول أخرى على سبيل المثال فروسيا قد قررت التعاون بشكل كبير مع الدول المختلفة وتوقيع اتفاقات مع تلك الدول وبعضها في طور التنفيذ لذلك فأنا أعتقد أننا بالمجيء هنا استفدنا كثيرا وما نحتاجه فقط هو الاستمرار والتنفيذ تنفيذ الذي اتفقنا عليه في هذه القمة كيف تساعد روسيا إفريقيا بشأن الغاز كما هم صرحوا بذلك بشأن الغاز أعتقد أن هناك مجالات عدة ومنها نقل التكنولوجيا خاصة للدول التي تحتاج ذلك من أجل اكتشاف حقول الغاز كما أن الشراكة مع الروسيا لها تأثير كبير في ذلك لأن روسيا لها باع كبير في هذا العمل منذ عمد بعيد فسيكون ذلك من الأهمية بمكان لمساعدة الدول بالخبرات وبالتكنولوجيا التي تحتاجها شكرا جزيلا بسبب اشتركوا في القناة